أسقط سيف الإمامة رأس أبيه وأخي فأصبح هو رأسا من رؤوس الثورة يطارد مع الجموع فلول الإمامة ويحمي مع قبيلته قيادات الجمهورية التي عرفت له فضله فرأت في كلمات الزبيري عنه خير ما يخلد ذكراه ومواقفه إنه حكيم اليمن الذي تريل بعد مسيرة كفاح وعطاء الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر وهي ذكراه التاسعة تقولها بوضوح وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر على خطى أبيه وأخيه واجه الشيخ الأحمر الإمامة وبإصرار واجه مع الأبطال كل محاولات عودتها المشؤومة ليخوض مع ثوار ملحمة الحصار جهود الأحمر لم تنحصر في حمل السلاح ولم شمل القبيلة وقيادتها دفاعا عن الجمهورية الوليدة فالشيخ وبحكم موقعه وواقعه تصدر الإعداد لمؤتمرات جامعة عملت على توحيد الجهود الثورية وتصحيح المسار الجمهوري ومن أبرزها مؤتمر خمر وعمران إضافة لعمله بعد ذلك من خلال المناصب التي تقلدها كعضويته في مجلس الرئاسة بعد قيام ثورة 62 تسعمائة وألف ووزيرا للداخلية ثلاث مرات أولاها عام 63 ورئيسا للمجلس الوطني عام 69 ثم رئيسا لمجلس الشورى عام 71 وصولا إلى رئاسته لمجلس النواب منذ 93 وهي محطات ومناصب لم ينحصر الشيخ فيها في إطار المنصب الذي تولاه بل بدأ أكبر من كل مناصبه ليصبح الشيخ الراحل رجل المجتمع الأول وحكيمه الأبرز وهي نقطة ظلت تقلق المخلوع من الشيخ حتى ما بعد الرحيل اليوم تبدو رسالة ذكرى رحيل الحكيم واضحة المعنى واضحة الدلالة فكل دور يجعل من القبيلة مطية لإمامي إيران الجدد هو دور لا ينتقص فقط من ذكرى راحل جعل من القبيلة أبرز حماة الجمهورية بل هو دور يضرب القبيلة في مقتل ويطعن العروبة بخنجر إيران المسموم